وإيه حكيت الولد الصغير من أنت شغلته بس الولد ده كنا في أسوان وولد ده عنده السكر وولده متوفي فجي قبل الماتش سابكه للعيب والله كابتن إسلام جي قال لي كابتن كنت لعبه غزل محل غزل محل فقال لي في أسوان فجي قال لي كابتن لو جبته جون هتجيلي قلت له الله العظيم نجيلك قال لي يعني هتجبر بخاطره بالنفس اللفظ كده قالك ايه هتجبر بخاطره هتجيلي هو فاكر اللي أنا يعني بقول كلمة وخلاص وانا هجيلك وخلاص يعني هو الله العظيم نجيلك وانا بقرر الفتحة هننزل ماتش والله العظيم يا كابتن إسلام قلت يا رب نفسي جيب جون عشي خاطر الولد ده حتى لو انا جيبته الجون وانا بجري تلاقييني بقولي الولد فين الولد فين يعني كان كل هدف أسلم على الولد يعني فليوته جايلي تجبر بخاطره زي ما قال لي بالزبط زي ما قال لي بالزبط وممكن كون رب نفسي الله تعالى قرامني في الجندة عشان خاطر الولد عمر فوفقت يعني عملتها حتى بعد الماتش كان الحاكم مش عارف كابتن محمد شناوي تقريبا قال الولد ازاي يخش ومش عارف ايه انا ما عارفش الحاجات ده كلها فالولد ديته بيكلمني تعمل عليك قصة اصلا الموضوع جاب تليفوني وكلمني هو والدته تقريبا او خاله فما تزعلش يا كابتن تقول ما تزعلش ايه لو موجود الماتش الجاي وجبت جون هعملها تاني وروح اكبر بخاطرك واشيلك برضا مفيش مشكلة خالص طب الا جابر خواطر كابتن اسلام عندي دي حاجة حاجة مهمة جدا جدا جدا